التأويل في النصوص الشرعية له ثلاثة معانٍ المعنى الأول التأويل بمعنى التفسير التأويل بمعنى التفسير ومنه قول الله تبارك وتعالى في سورة يوسف نبئنا بتأويله أي بتفسيره ومنه قول إمام المفسرين ابن جرير الطبري التأويل في قوله تعالى كذا يعني التفسير هذا المعنى الأول من معاني التأويل وهو التفسير ومنه أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام لابن عباس في دعائه له اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل المعنى الثاني من معاني التأويل بيان عاقبة الشيء ومآله بيان عاقبة الشيء ومآله فإن كان خبرا فتأويله وقوعه وإن كان أمرا فتأويله امتثاله المعنى الثاني من معاني التأويل بيان عاقبة الشيء ومآله فإن كان خبرا فتأويله وقوعه وإن كان أمرا فتأويله امتثاله مثال الخبر قال الله تعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل يعني ما ينتظر هؤلاء المكذبون إلا وقوع حقيقة ما أخبر الله تعالى به ومنه أيضا قول يوسف عليه الصلاة والسلام على أحد الأقوال هذا تأويل رؤيا من قبل يعني بيان عاقبتها ومآلها وإن كان أمرا فتأويله امتثاله مثال ذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت لما أنزل الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في رقوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن ما معنى يتأول أن يمتثل أمره لأن الله تعالى قال فسبح وتقول مثلا فلان لا يتعامل بالربا يتأول قول الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا المعنى الثالث من معاني التأويل صرف اللفظ عن ظاهره صرف اللفظ عن ظاهره وهذا النوع أو القسم إن دل عليه دليل فهو صحيح مقبول وإن لم يدل عليه دليل فهو فاسد مردود إذن صرف اللفظ عن ظاهره هذا إذا دل الدليل عليه فهو صحيح مقبول وإن لم يدل عليه الدليل فهو فاسد مردود مثال ما دل عليه الدليل قول الله تبارك وتعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله نقول إذا قرأت أي أردت أن تقرأ قد يقول قائل كيف هذا تأويل صرف لللفظ عن ظاهره نقول يفسر هذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم فالإنسان إذا فالإنسان يستعيذ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم قبل أن يقرأ لا بعد أن يقرأ مثال آخر قال الله تعالى فأتى أمر الله فلا تستعجلوه معنى أتى أمر الله أي سيأتي أمر الله كيف تقول سيأتي مع أن أتى في الماضي نقول نعم بدليل قوله فلا تستعجلوه لأن الماضي لا يستعجل وإنما الذي يستعجل هو المستقبل أما إذا لم يدل عليه دليل فهو فاسد مردود كقوله عز وجل وجاء ربك والملك صفا صفا يؤولون ذلك بأن جاء ربك أي جاء أمره جاء ملكه ينزل ربنا إلى السماء الدنيا أي ينزل أمره ينزل ملكه الرحمن على العرش استوى أي استولى بل يداه مبسوطتان أي نعمته ونحو ذلك فيؤولون أو يصرفون اللفظ عن ظاهره إلى معنى ليس عليه دليل وهذا يسمى تأويلا فاسدا بل هو في الواقع تحريف